ان تزرع ارض بغداد باجهزة تفجير وان يصبح المؤقت ما بين حياة العراقي واستشهاده في الرضوانية ايضا يحدث ان تراق دماء عائلة باكملها كان حلم الام واطفالها نوم هانئ تحت سماء بغداد لكن اجهزة التوقيت باقية تحركها يد تحرق العراق وشعبه تتكشف الحقائق شيئا فشيئا فتوثق مصادر للتغيير صور منصة اطلاق الصواريخ اما نوعها تقول لجان امنية مختصة ببيان رسمي انها من نوع كاتيوشا فيما ان الصاروخين يشبهان تصميم صواريخ جراد بحسب مختصين تبدع بصناعته احدى دول الجوار تكشف الحقائق ايضا ان اليوم يتوحد البلد على صرخة مدوية بعد ان بلغ السيل الزبا من منطقة حي الجهاد تطلق الصواريخ لتستهدف منزلا عراقيا بالكامل وكأنه نسف لجهود حكومة الكاظمي الذي وضعه السلح المنفلت امام انتحار امني وقد يصل الى انتحار دبلوماسي هناك جمعات مستمرة بالصواريخ اخرها البرحة ادى لاجتشهاد خمس اشخاص اطفال وامرأة من هنة ومن عوائلنا بالنتيجة اغلاق السفارات يعني اغلاق التعاون الاقتصادي الثقافي العسكري في ظروف عندنا تحديات كبيرة في العراق تنديد ووعيد حكومي يخلفه توقيف فوري لضباط استخبارات وكافة ممثلي الاجهزة الامنية ضمن قاطع مسؤولية المنطقة التي اطلقت منها الصواريخ الوثيقة لم تكن الاولى بل يخلفها ايضا تحذير واسع يجمع كافة السياسيين اليوم على كلمة واحدة تشد على يد الكاظمي لفرض هيبة الدولة فعلا لا قولة الحزن لم يغرق الرضوانية في اكنافه بل اغرق العراق اليوم واشعل عداد الموت يشارك مستشار الامن القومي قاسم الاراجي بمراسم التشيع ومجلس العزاء نيابة عن الكاظمي والكاظمي الذي يمر باشد عقوبة للمجرمين اذا على ورقة عاجلة تصل الرسالة اليوم بوضوح لكافة اياد العبث بان الوقت حان لاستقرار وامان بجملة قد تكون شعرية فيما مضى لكنها المرادة في الوقت الحالي ان العراقيين جميعا لا يؤمنون ببلد لا يحمل نزق القانون